صباح الخير صباح النور سنبدأ لكم الروتين ديالي ديال هاد نهار من هاد الجوة الرائع لبنات آآ شوفوا الشتيوة الغزال غزال غزال الشتيوة ولكن كانوا بغي نشوفها غير من الشرج ما كانوا باش نخرج في هاد بنات كي عايز بني نشوفها غير من هنا يا من البنات كانوا ريكم عندي القشور الرمان خليتو غير من شاء الله هندي لكم بوصفات غير كي نوريكم هنا إذا لم يكن لدي القشور الرمان فرمتو غلا البنات اول حاجة تديروها قبل ما تشوفوا الفيديو خليوا لي واحد اللايك ديالكم انتبعد الحال من بعد اعجبكم الفيديو لا تنسونيش من التعليق والناس اللي مازال مشتركتش في القناة اضغطوا على جر الاشتراك باش توصلكم كل ما هو الناس كديرين لبس عليكم مشكة انتبعدوا اخير حتيكم البناتين بنفس اللاحبو التي تدرت قلت لي بغة 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 تنوبيل هاي حطي تنوبيل بنات الباب مقيرا دي بغيتوه سيري في نعجبك هزيها خليها حطيها اللحيها خليها حطيها ما يقوم بالله هنا تمام ابنات يالله ثاني مجيس كينجر رمضي كورس ثاني او جيت سوف ندخلها سوف ندخلها سوف ندخل المناطس اشترك المناطس اشتركوا الى الفارس تليم مطالعة نريد المطالة ذهب الى المطالة سأخذها بأسفردية وورا بالراحة وينجي ويذكر أنت معه محيلة الدار ومحيلة القضية يجب أن يجب أن يكون بقعها نحن نقل بقرأة كيف يجب أن تكون مرورة كيف يجب أن تحرير في الأورقة لا أحرح مرورة أما هي السبب و هي أحسن الزبادة من تجب أن تكونوا بأخطاء لنفعله بشكل جيد يجب عليكم فهمهم مع رجالاتكم لتنازلات لن نفعله لم يكن يجب فعله اكتر من 8 ساعة عرب حلا وكل عنده يزور وغضي في سيل بحال زوجي يالي نايا قريب انه ما كيحكش مسكين راسه وقع ما كان شوفهش نهائيا والله العظيم ما كان شوفهوه الله يجي برك معك واحد ساعة ويعود ارجع تاني يخدم كي يجيك القدران يناعتين كي يجيك دواعيا كي ينعس الله يحسن العوان تحد كيف ما قال لك واحد المثال تحد ما لقى هاك يبغاها وهذا هو هذا هو البنات اللي نوصلكم عليها الصبر ثم الصبر ثم الصبر يلا البنات خليكم معي يا حبيبي هنا البنات كيف ما كيبال لكم بديت البنات خرجوا من اللي كل بديتهم عن الطبيب نورمال موقع عندنا رون ديفو معا 4 ونص ولكن لما دخلنا البنات الخمسة ونص رجعت نجري خليت صغيرة مع ابوها وغادي بشيبها الخدمة وقال لي ما شئ مشكل غادي نتسلناك وقد ندير لهم هو العشاء ها واش غادي نديروا البنات ما عندنا ما نديروا الحمد لله ما قدرنا نساعدوا رحنا نساعدوا في الطرد يانا رح نساعدوا غير ولداتنا هنا البنات رح النهار الثاني ما قدرت ندير لكم موالو هدك النهار طبي غادي ندخلوا البنات كلاو كيف ما كيبال لكم البنات هذه للا مرام را يتغسل لي في المماعن يا للا اه شوفها البنات انا هكا كنتعامل مع ابنتي كنخليهم بحال دبا هي جات عندي قبيلة وقال لي ما مو غايت نغسل المماعن كنت غادي نغسل المماعن كنت غادي نغسل المماعن كنت اي يا بنيتي زيدي يلا هكا بنات انا كندير لهم بشي تعلم ما شي مشكل وخا ما غادي تشغسلهم مزيان غادي نعودهم من وراها ولكن نحفزها ونشجع بكلمات يكونوا زوينين ويتبارك الله عليك بنيتي كتعرف يا بنيتي مزيانة شي اللي درتي كيف ما كيبان لكم البنات هكا وهكا كنت تعامل معهم دبا الحمد لله بنيتي الكبيرة كتعرف تدير كل شي كتعرف مم طيب تدير كل شي الحمد لله يا ربي ماشي دكا ماشي بحالي ولكن كتدباني راسا الحمد لله ما كنت لقاش مشكل معها إلا ما كنت شو لاشي حاجة وكانت هي ما عندها لام دراسة الأولو كاتت قضيف بلاستي كيف ما كيبان لكم كتعرف الماء وهذه رهيكة غدية لغدي تصيب الغداء ديال اليوم ان شاء الله غدي نتشاركوا معاكم واش غدي نديرو وهنا يا البنات صدر صغير واحد ليكو خوفات هكا بغيت ان اخد غير لديك اللوغو ديالو باش نديرو لهم فروز مع الخضرة بالنسبة للبنات اللي ولداتكم ما كياكلوا الشيكم الخضرة هدية الطريقة الواحدة ديروا ليهم هكا باشياكلوا هنا بالنسبة لزي بيسة البنات هنقدر تغير الكوركم ودرت سكينج بير درت شوية ذي اللي بزار شوية ذي البابريكا البابريكا الحارة والتوم صافي هاتش اللي درت وشوية الملحة وزيت الزيتون صافي هاتش اللي درت البنات ودرت شوية ذي الكامون ولكم الاختيار تبارك الله عليكم كل واحدة در العطرية اللي اللي كترتاح فيها اللي ملفك الطيب بها الروز لحيط الأدواق كتختلف وهنا البنات كيفما كيباليكم أنا معظم المأكولات ديالي كل هكا ندير فيها زيت زيتون البنات كيخليني مع أنا كيفما كتلكم حيط المرارة ولذلك غدي نجاوب البنت اللي قاتلي من عندك أول شديد وجعل النباط سأقوم بالتأكلي في هذا الفيديو هو أكتي بتاعدي كل البعد عن الدهون زبدة زيت الرومية زيت طيب غير بزيت الزيتون خصوصا من المرارة مسلوقة نعيش الى حالة الزيتون لأنها تعود لديك مشكلة وضران ديالها وعر وعر الضران نصح لكي تجربة المرارة ترجعون الأكل دهون نفعل اللوز نفعل بسطيلة وفي نفس الوقت نكمل معكم الروز نضيف الفلافل ومن بعد نضيف بروكولي نضيف المونتاج نضيف الفلافل طيب ومن بعد نغسل الروز ونضيف من الفوق نضيف الفلافل نضيف المونتاج نضيف المونتاج ونضيف المونتاج نكون المونتاج اشتركوا في القناة 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 وكنت كنا نحطها فلاك خيش وكنت كنا نخدم غير ربعا يا سوايا خدمت المدة دي العامين ومن بعد صفي قلست وتفرغت لوليداتي وبدو كي جو البنيات واحدة منورة واحدة والحمد لله يا ربي منادماش البنات منادماش نهائيا على الوقت اللي عطيت لداري وعطيت لوليداتي ولي ربيت في بنياتي وزرعت فيهم ذوك القيام والمبادئ والطربية ما عنديش مشكيل الفلوس كي جو من بعد الخدمة جي من بعد وفعلا دك شي لي درت البنات من بعد ما بنياتي كبرو دك شي عادة باش بديتك نقرأ بديتك ندير تانية في الفورماسيون بديتك ندير في بزف دي الحويش ولكن غير بشوية بشوية لأنني أنا عارفة بأنني عطيت لبنياتي الكبيرة دك شي لي محتاجها كامل وتلبنياتي الأخرين والحمد لله هما كيمشوا على الخطة ولا ولا كيمشوا على الخطة دي الخطة هم الكبيرة تيشوفها كيف جديرة وتهم ما جوا بحالها الحمد لله يا ربي لذلك كنقول لكم البنات أنا ما نهدماش الحمد لله ما شي مشكلة هما هادو هما رزق هما رسل المال وهما بزف دي الحويش الفلوس ما كتهمش حيث الفلوس كي بشو كتجي ولكن وليداتنا نربيهم تربية حسنة نربيهم على الاحترام يحترموا الكبير قبل الصغير ويحترموا حتى الصغير اللي احترمهم هادوه الدنيا وما فيها البنات عندي لأنا ولا الأب ديالهم الوليداتي يكونوا مربين يكونوا كي يحترموا العائلة يحترموا الجار يحترموا الصحاب يحترموا أي واحد هادوه الاساس عندي ويكونوا من طبيعة الحال كي يقرأوا والقراية راه ماشي زع ما راه كل واحد وكيفاش راه دير ماشي تقول لا لما جابش ولا مقراش راه ماشي ولدي لا بالعكس أنا كان بغير بنياتي كما هما قرأوا لما قرأوا شرب بنياتي هادوك الحب ديالي ما كيتبدلش لهم لذلك البنات دائما قولوها الوليداتكم وحاولوا توصلوا لهم بأنكم أنتوما كتبغيوهم قد قرأوا وقد ما قرأواش ولكن اللي زادوا قرأوا رحنا كنبغيوكم أكتر وأكتر أكتر أكتر أما أنتوما راكم ولي ذاتنا وانتوما قطعة مننا وهنا البنات بالنسبة للجاج اللي كنت وريتك مقبيلة وكنت مرقضة في الحامض وفي الماء وهذا غسلته ودرت ليها التتبيلة دياله بحال الجاج المحمر كيفما كيباليكم البنات هانا ادرت لعط ريادات كل شيء ومن بعد غذي نزيد عليها غير البصلة وغذي نسد عليه ونخلي حتي طيب على خاطة في هذه الأثناء البنات هانا يرى صافي راها اللوز راها تسلق حيته وصفيته ودرته في هذه الصاشة كي يرجع علي ذكسة هذه هي واحد الحيلة البنات لا تدبيره اذا رغيت ادروا هنا رغيت معك وغير بيدكم هكا وكي يتحيد وهنا مارام بغت تعاوني يمور مارام راهي ناشطة وداخل الكوزينة أما داليا رغيتك تاكل ومبرزطانا من بعد ما طاب التجاج هذه هي الدغميره تضعت عليها البيض نضيف العسل و القرفة نضيف العسل 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 سوف نضيف معكم واحدة اخرى كما يبال لكم انا افضلت نضيفها على شكل تفردي نضيف الزمن الوز نضيف الضغمرة نضيف جيدا نضيف ملمة نضيف الزمن ونضيف النوع الوز نقليته في الزيت و طحنته توادت لي السكر و القرفة هناك كموسة 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 ترجمة نانسي قنقر